تفرح وحاجة تسعدنا وانا باشكر الناس بتقول الحوار الوطني وباشكر الدكتور ديارة شوان اكيد حطوا مجهود في هذا الامر ولكن احنا عايزنا بقى مش لازم تكون في الحوار الوطني يعني اخوكو مثلا لو جراء وانا مش في الحوار الوطني مش هتعملولي حاجة مثلا يعني برضو يبقى مبدأ انو الناس تقول رأي يترد عليك اقول زي ما انت عايز يعني انا الكام يوم اللي فاتوا دول قالك ده بيشتغل في الامة اي سيكس ده عميل قول اللي انت عايزه قول اللي انت عايزه هربان وراح ياخد التعليماء قول اللي انت عايزه لو على كده ماشي يعني لو على كده ماشي انما انك تكون امن على رأيك جايزة جماعة ناس لسه لغاية دولة تبتقول لا البلد يعني مش حمل لا البلد قوية وعفية وحملة كلامته مصر عفية ما احنا هنفدر تقول اصله البلد مش حمل طب امتى طب هتبقى حملها لا هي البلد مش حمل ان حد يقول رأيه بالليل وتقوم البلد تاني يوم الصبح زي الفل دي تبقى بلد ايه دي خلاص بقى اه كان فيه مرحلة الامر ده كنا متفاهمين دلوقتي لا دلوقتي باعتراف الداني والقاصي المعارض والمؤيد انه لا البلد فيها ارضية سبتة تسمح باستقبال كل الاراق فخبر مريح الافراج عن الدكتور محمد زهران وشيء جيد وعقبال ناس تانية كتير خلاص بقى الامت الكلام ما بيقتلش الحروف ما بتعورش خصوصا انه اصبح ما حدش يقدر يمسك حاجة يعني الرأي لا يمسك النهار ده روح انت انزل كده بقى في السوشال ميديا قول لانت ولا حد يقول لك حاجة اه طبعا هتقولولي فيه ناس وبتاعه شايف ايه لكن في النهاية بيتم التعبير يعني يعني التعبير لا يمكن منعه خلاص كان زمان قوي بقى اللي هو ايه فيه كتاب للدكتور فلان تم منعه فنعه بقى نتدوله سويا ونقطع منه فصول تاخد فصله ونرجعه ورجعلك عشان نقرأه وده نجيب سرور عامل قصيدة جديدة تاخد الورع وتحطها تحت السرير وهي بخبته وتقرأه وتجرأه خلاص دلوقتي النهارده انت عامل قصيدة زيلينز زليين على طول تنزل على اللي بتاعه الناس كلها تقرأ خلاص كمان يعني ما بقاش ده موجود رأي بالرأي في حاجة شازة حاجة فيها تحريد على قتل تحريد على على فساد على تشهير في قضايا بقى في قانون في قانون تحريد على س 지금까지 شعرته